نهاردة نتكلم زي ما كنا بقول على مجموعة من الأحداث المهمة جدا اللي حصلت في مصر نهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال إنه الشركة فاكسيرا بتشهد نقلة تاريخية في إنتاج لقاحات كورونا هديجي تقولي إيه علاقة دبطها حسين صح؟ أقولك ده العلاقة وثيقة ومرتبطة في ناس لما بتشوف الحاجة تسفه منها أو تقلل منها أو تحول تشويهها أو تعتبر أنها تحصيل حاصل يعني هي يقولك إيه مثلا يا جماعة هو إحنا يعني اللي كنا عانين اللقاح ده إحنا جايبين التركيبة وابناخدها هنا هو ونزبطها ونعبيها وهنحقن الناس وسلاموا عليكم المسألة مش بهذه البساطة على الإطلاق ولا بهذه السهولة على الإطلاق ويمكن جزء من مناقشتي مع زميلاتي العزيزات إنه إحنا هنا بنعمل نقلة نوعية في مصر مش بس بإن إحنا بنصنع هذه اللقاحات تصنيع اللقاح يساوي إنه يبقى فيه مراكز بحثية أكثر اطلاعا وتجرب وبتفهم لأنها بتفكك هذا اللقاح اللقاح بالمناسبة آه بيجي لك التركيبة لكن إنت فاهم تركيبته إيه وتعمل إزاي وبتعرف التكنولوجي اللي عملته إيه ففي يوم من الأيام يا رب تلاقي نفسك إنت فعلا اللي بتنتج بقى مش اللقاح بتاع الكورونا مش يمكن تعمل كابسولة كده حباية فلان يخدها يخف بإذن ربنا سبحانه وتعالى العلم كده فلا تقلل من حجم هذا المنجز إن أردت نكتسميه المنجز أو هذه الوثبة في وجهة نظر لأنها مش بس منجز دي وثبة إحنا ما كنش بنعمل كده في مصر طيب أرجعكم مرة تانية لكلام دكتور مصطفى مدبولي واللي بيوضح إن الفترة اللي جاية هتشهد تطعيم سنوي للمواطنين وبيوضح إنه هيتفقد مصنع فاكسيرا اللي موجود فيه ستة أكتوبر واللي بينتج تلاتة مليون جرعة في اليوم وأضاف إن الحكومة المصرية بصدد إن شاء الله اتفاقيات مع معاهد دولية لضمان إنتاج ثمان لقاحات هنا في مصر بيشير إلى إنه مصر اتجهت للتصنيع المحلي للنقاحات علشان ما تبقاش تحت رحمة الانتاج العالمي ما هو زي ما كنا برضو بنقول ما هو واللي بينتج واللي بيصنع واللي فكر في اللقاح يا يديهلنا يا ما يديهلناش تطلب المليون يجي لك نص مليون يجي لك نبع مليون زي ما يطلع فلما أنت اللي بتنتج أنت مش تحت مش تحت رحمة تحدي